تطورات خطيرة تقلق العالم بأسره أما المغرب فقرر يبعت رسالة واضحة المعالم لسكان تندوف على بعد 100 بطر من المنطقة العزلة هذه الأخبار الأولى اللي غمدوا بها الحلقة دينا أما في الأخبار المولية هذه نتحدثو على الإعلام الإسباني اللي فاجأ كل المغاربة وبعنوان عريض في جريدة واسعة الانتشار وصف أن المغرب ينقذ فالنسيا وصف رجال الإغاثة المغاربة بمحاربه الصحراء أو جنود الصحراء إذا صح حلقا أما أخيرا نختم الفيديو دينا بالدنمارك اللي من بعد الاعتراف دينا بمغربية الصحراء جات شركة دي الطاقة الدنماركية تفتح مكتب في عمق الصحراء المغربية هذه الأخبار دينا اليوم إذا كنتم مكتب المواضيع بقمعنا الآخر بشعف التفاصيل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام ورحبا بيكون معنا مرة أخرى على قناتكم قناة المهاجر كما العادة مع سوفيا المرزوقي أخبار حصرية ومتنوية بتوعة وبركاتي للإخوان أول خبر في هذه الحلقة هذه قد نتحدثو على ما أقلق العالم نبارح واشنطن سمحات الأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا في واحد ترفية اللي مبقاش بزاف للإدارة ديال بايدن وتسلم الأوراق ديالها اللي ترامل اليوم كي صبح بوتين بتحذيرات أقلقة العالم بأسره وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي والعالم كله قدرنا نقولوا أن بوتين يتوجه نحو تغيير العقيدة العقيدته النووية كذلك قدرنا نتحدثو مباشرا بعد هذا الخبر هذا على خبر وقع في أقاليمنا الصحراوية واللي مسؤول مغربي من قلب الصحراء المغربية بعت رسالة واضحة لسكانتيندوف لكن بدأوا بما أقلق العالم بأسره أولا وهو كيف سمحت واشنطن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة لماذا؟ لضرب العمق الروسي الأمر اللي كانت يحذر منه بوتين سابقا وكانت يقول أنه لو قع هذا الشيء هذا مباشرة سنغير العقيدة النووية ديالي أول شيء قدرنا نفكره فيه هو علاشة الطرفية هذه واحد اللحظة اللي ما بقاش بزاف الإدارة ديال بايدن وتسلم الاعتمادات ديالها والأوراق ديالها لترامب اللي فاز بانتخابات ديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا هو السؤال المتروح وهنا فين كين بيت القصيد هنا يعني كين أمران لا تالتة لهما الأمر الأول هو أن الإدارة ديال بايدن دارت هذه الخطة هذه من أجل تعطيل الخطة ديال ترامب لأن ترامب دائما في الحملة انتخابية دياله وكنك يقول أنه غدي وصل للحكم غدي ينتهي الأزمة ديال أوكرانيا والحرب ديال أوكرانيا وغدي ترجع الأمور كما كانت في السابق وهذا هو الوعد اللي يوعد به الشعب الأمريكي علاش؟ كيفاش غدي حل هذا المشكل هذا؟ ما وضحش ترامب ما وضحش لكن هذه الخطوة اللي اخذتها إدارة بايدن فضل حتى هذه غدي تعقد الأمور وغدي تعطل داك المصار اللي بغي يبنيه ديال السلام من أجل وصول لحلول غدي تعطلها لا محالة هتش هدرها أمام أعين ديالنا كاللحظوه متابعين الكرة فهذا يعني اقتراح من الاقتراحين الاقتراح الثاني هو أن المخطط ديال ترامب حسب بايدن وحسب الإدارة ديال بايدن غدي يكون ضد أوكرانيا يعني غي يكون تخلي على أوكرانيا واضح وبهالطريقة هذه أوكرانيا غد تضطر أنها تسلم وغدي تكون ضحية ديال قرارات ترامب ممكن تهدش هذا يكون فما دفع إدارة بايدن بطبيعة الحال لتخطيط لضرب روسيا من أجل إشعال فتيل الحرب اللي ممكنش يتوقف إذا طلع فعلا ترامب وغدي يلقى الأمور صعبة جدا أنها تقاد في ذلك اللحظة هذه هذا هو جوج ديال يعني توقعات للأغلبية ديال المحللين في العالم كيشوفوهم بطبيعة الحال لكن كذلك هناك أمور كثيرة اليوم روسيا حضرات وقالت أنها مستعدة أن تغير العقيدة النووية ديالها فمن بعد ما بطبيعة الحال أمس الأحد واشنطن سمحت الأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب عمق روسيا كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة لماذا لضرب الأراضي الروسية بشكل محدود ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبيرين أمس الأحد أن الإدارة الأمريكية قررت منح كييف لإذن باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة لماذا لضرب الأراضي الروسية على خلفية استخدام جنود كوريين شماليين إلى روسيا للقتال ضد أوكرانيا أشرت إلى أن الولايات المتحدة وافقت على الاستخدام المحدود لأنظمة سواريخ تكتيكية بعيدة لماذا أتا كامس التي قدمتها لأوكرانيا ضد القوات الموجودة في عمق الأراضي الروسية نحن عارفين أن أوكرانيا كانت تنتظر هذه لحظة هذه وكانت تؤكد على مسؤولين الأمريكيين وعلى الإدارة ديال بايدن أنها تسمح لها باش تضرب العمق يعني إلاجاتها الرخصة عارفوا أن شرارة الحرب النووية بدأت كيف تسمعون متابعين قيرا خصوصا ومن بعد التحذير ديال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشقال بوتين؟ بوتين اليوم صبح يعني يطلق تحذيرا في وقت حاسم هذا التحذير هذا سبق لبوتين وتحددت عليه وأكد أن أي دعم غربي لهجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية سيعتبر تورطا مباشرا لدول ناطو في الحرب هذه هي أشياء قلت لكم الاتحاد الأوروبي تخرب قتل الأوراق دياله في هذه اللحظة هذه وأكد بوتين أنه سواء روسيا أو بيناروسيا هي محمية من طرف العقيدة النووية الروسية دخل حتى بيناروسيا في الخط يعني أي هجوم على روسيا أو على بيناروسيا إذن روسيا دخلت في حرب مباشرة مع دول حلف شمال الأطلسي هذا شيء هذا صبح اليوم خلق انقسام غير مسبوق داخل دول الاتحاد الأوروبي على كيفاش يواجهه هذا الأمر هذا كيفاش يواجهه هذا الكارتة إذا صح القول سميت بالكارتة الحقيقية اللي فعلا ولت كتهدد العالم بالدخول في حرب عالمية غير مسبوقة من جهته الكريملين شدد على أن أي تأكيد رسمي من واشنطن لهذه الخطوة لأن هناك نضروع له تسريبات إعلامية من واشنطن بوست قال من جهته أنه إذا تبت أي تأكيد رسمي من واشنطن لهذه الخطوة سيزيد من خطورة الوضع ما يهدد بمزيد من تسعيد في الصراع الذي يشهد توترا غير مسبوق منذ بدايته وهذا القرار الأمريكي يأتي في لحظة حساسة على الساحة الدولية حيث تقترب الولايات المتحدة من انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب ووفقا لما أورده موقع سكاي نيوز عربية فإن قرار رئيس جو بايدن باستماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية يصل مداها إلى 190 ميلا لم تأتي من فراغ بل تم اتخاذها في توقيت حساس للغاية مع اقتراب تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقالية الحكم في يناير المقبل وهذا هو السبب من أجل تعطيل أي ظروف ديال التخليع لأوكرانيا كمضم خرجات لابا تشعل إدارة بايدن خرجات تشعل فتيل الحرب الحقيقية دوزو الخبر الموالي متعينا كرام ومشيوا لما يهمونا ولمنطقتنا طبعا العالم يشهد توترات مختلفة وهنا في الجوار ديالنا يعني واحد السوسة اللي بقات من مخلفات الاستعمار كل مغرب اصبحت صاري أول شيء يلا عقلتوا الإخوة نضرنا على التهديدات ديال بوليزاريو التهديدات ديال بوليزاريو بضرب يعني احتفالات بعيد الاستقلال فرغم التهديدات ديال بوليزاريو ساكنت الداخلة احتفلات بعيد الاستقلال أمس قرب الجدار العازل وعطاهم رسالة قوى من الرسالة اللي كانت قبل الفين مغربي ومغربية سحراوي واسحراوية توجهوا للجدار أمام الجدار العازل واحتفلوا بعيد الاستقلال لكن في ظل هذا الاحتفال هذا مسؤول مغربي قدم يعني رسالة سكان تندوف وهذه الرسالة هذي واضحة فعلى بعد أمطار من الجدار العازل الخطاط رئيس جهاز الداخلة يوجه نداء لساكنة تندوف للالتحاق بالوطن وكتظن أن هذا النداء هذا يكون من آخر النداءات اللي غادي يقدمها المغرب لسكان تندوف المغرر بهم كتنشع المرتزقة المرتزقة لا حديثة معهم دع الخطاط ينجع رئيس مجلس جهاز الداخلة واضي الدهب ساكنة تندوف بالتراب الجزائري ومن ورائهم الجزائر إلى الجنوح للسلم والعودة لجدد الصواب وعدم تضيع هذه الفرصة الثمينة للانخراط في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وبمناسبة تخليط الشعب المغربي للذكرى السعود السيل لعيد الاستقلال المجيد ناشد الخطاط سكان تندوف للالتحاق بإخوتهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة والعيش بسلام تحت الحكم الذاتي لما يضمنه من حقوق ومكتسبات وفرص واعيدة لتحقيق الزهار وتنمية المنطقة وأمنها واستقرارها ولكونه حلا سياسيا مشرفا للجميع ويحظى بالدعم والتزكية للمجتمع الدولي الخطاط ما بعتش فقط هذه الرسالة المغرر بهم بل حتى للجزائر فبمنطقة كوديت القلات على بعد أمطار من الجدار العازل حيث جرت مراسيم إحياء ذكرى شهداء معركة القلات قال أن بلادنا قد انخرطت بشكل إيجابي في حل هذا النزاع المفتعل ولذلك اقترح المغرب الحكم التاسي سنة 2007 والذي تمت سياغته في إطار مقاربة تشاركية وديمقراطية ساهمت فيها مختلف القوى الحية في البلاد بما فيها شيوخ القبائل الصحراوية وعلى صعيد آخر قال الخطاط أن ساكنة الداخل ودي الدهب تحت في اليوم بتخوم أرض تيرس الفيحاء بالقرب من الجدار الأمني لتؤكد من جديد للجزائر وللعالم أجمع تشبت ساكنة الصحراء بالعرش العلوي المجيد وتجن دهار المتواصل وراء جلالة ملك ملك البلاد فيما يتخذه من تدابير وخطوات لسيانة وحدة ترابية للمملكة وكانت ساكنة جهة الداخل ودي الدهب قد حجت بالآلاف يوم أمس الاثنين 18 نومبر إلى منطقة كوديت القلات الواقعة بالقرب من الجدار العازل شرق إقليم أو سرد لإحياء ذكرى شهداء القلات والاحتفال بالذكرى تسعو السين لعيد الاستقلال المجيد وهذه رسالة واضحة المعالم تنضاف إلى رسالة الاحتفال بعيد المسيرة الخضراء سابقا أولي بينهم أن المغاربة الأحرار الأشاوس لا يهابون خردتكم ومستعدون للرد وثقتهم في قوتهم المسلحة الملكية المغربية كبيرة جدا حيث الدليل كان في ذلك اللحظة هذه الاحتفال فحاولوا بعض المرتزقة يجتاحوا المنطقة العازلة يعني ما أرجع منهم حتى شيء واحد ندوزوا الخبر الموالي متوهين الكرام ونمشيوا للإعلام الإسباني الذي يفاجأ المغاربة كيف تشاهدوا الصورة متوهين الكرام جريدة القيس واسعة الانتجار في إسبانيا عنونات هذا الخبر كالتالي المغرب ينقذ فالنسيا في تنقية المجاري مجاري المياه إنهم جنود صحراء وما لذلك من تدعيات سياسية كذلك فهذا العنوان هذا إنهم جنود صحراء الذين يشتغلون بدون توقف وبدون أكل فيها واحد شوية دي المبالغة لكن وخاكك هنا كان واحد الوصف حقيقي لما يمنحه هؤلاء الجنود اللي وصفتهم كذلك جريدة القيس بالجنود وبجنود صحراء هنا كما قلنا متبينة كرام بقى كيقول إلى بنت المعنى لا فائدة متكرار المغرب وكنضن أنا على هد شي هذا بنات جريدة البايس المغرب شنو كيقول العالم كيقول لهم إحنا إخوة وأنا مع حسن الجوار حتمع الجزائر لكن عندي خط أحمر ما تخليش في شؤون داخل يدي أحمر هو الصحراء المغربية فقط ما كنت طلبش لكثير فكنضن أن جريدة البايس هد شي على شركزات على جنود صحراء جنود صحراء يشتغلون بدون توقف جاو يساعدوا جاو ينقضوا فالنسيا يعني رسالة واضحة من بعد العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين وكذلك حسن الجوار المستمر قلت أن مئات من العمال وستوثلاثين شاحنة قادمة من البلد الإفريقي يسهلون وباستعجال تنقية المجاري وهذا الأمر هذا هو من بين أهم المشاكل التي لا زلنا لحدود الساعة أو لا زالت البلديات المتضررة تعاني منه لحدود الساعة وكانت رسالة واضحة المعالم من طرف هذا الموقع وكان هدر على البايس لما يشهد لها من مصداقية فقط يعني هذا القضية بدون أكل أنا كان أعترض عليها لماذا؟ لأنني كنت بين الناس اللي يوقفوا على ما يقع في هذه المنطقة وكانت أنني خرشوا استجوبتهم كلهم يقول لك أن لا القنصلية لا المديرة اللي جات معهم كلهم وقفين وكيسهروا على الأكل ديالهم على الملبس ديالهم على النظافة ديالهم على النوم ديالهم على كل شي هذا يعني هذا القضية بالعكس الناس كانت أكل مزيان الحمد لله وحنا تواصلنا معهم وحضرنا معهم وتواصلنا مع المسؤولين وتواصلنا مع القنصل على هذه النقطة بالتبط ديال الأكل قال لك رأي كل شي متوفر لهم وكانت تحدى أي واحد يقول العكس بالعكس أما هذا الشي اللي قدمته الجمعيات واللي خرجوا عندهم وعاد المغاربة اللي في شوارع اللي خرجوا عندهم مغاربة ترى الإسبان تهوما يخلطوا عنهم يقولوا ما يريدون تأكلوا غير الأكل الإسبان مختلف بطبيعة الحال وكيف يمكن الحويج لما يقدروا يكلوها المغاربة لأنها لم تتعتبر حالا لكن الجارية المغربية المقيمة في هذه المناطق هذو ما مقصرين من الجهد هذي اللي شاف هم ورا كنظن أنه مباشر دس عن المباشر أنا واقف في الشارع تكالقصي جاي بالقهوة جاي بالقهوة وجاي كيعتهم القهوة في الشارع كي يخرج لهم أصلا هذ المناطق هذي اللي كيشتغلو هما فيها الخيرات يعني كتدفق كي يلأكل بجميع أنواع و هذي الناس تخصص هذي الخدمات هذي اللي كيقوم بها هذي الناس بالنسبة للقنصولية ولا الطولة ولا كل شي مكلفين بالأكل ديالهم بالمبيس ديالهم بالملبس ديالهم كما يجيب كما يجيب وطلعنا على هذي هذا بأعينينا وشفناه بالأعينينا وكن نقول هذي ديال الحق معناش ما نخبيو وما نكتبو في هذي هذا ندوزو الخبر الأخير المتابين الكرام ونه نمشيو لكوبنهاجن كوبنهاجن لإستماعات أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية فمن بعد التعم ديال الحكم الذاتي شركة ستاقط دنماركية جات وفتحات مكتب في عمق الصحراء المغربية هذا عنده أبعاد كثيرة وهنا صراحة نقول بعد المغرب بدأ في تنقيب على المعادن وعلى تراوات في الأقاليم الجنوبية دياله هذي كسابقة وهنا المغرب يؤكد العالم أنه لا تراجع للوراء وهذا المشاريع الكبرى التي تنزل في الصحراء المغربية والتي تراهن عليها العالم من أجل الاعتماد على الطاقات المتجددة هذا ليس دنمارك حيث تعتزم شركة دنماركية للطاقة افتتاح مكتب لها في الصحراء المغربية وتحديدا بالداخل شركة دنماركية التي تسمى Green Go Energy عندما تسمع Green Energy الاستثمار في الصحراء المغربية بعد المشاريع التي أطلقها المغرب بالمنطقة لجذب كبار فاعلين في مختلف المجالات وإلى جانب شركة دنماركية هناك شركة صاقة أخرى مستقرة بالصحراء المغربية ويتعلق الأمر بشركة G Vernova وهي شركة تابعة للعملاق الأمريكي General Electric و Siemens الألمانية للطاقة المتجددة ويهدي في المغرب بحلول عام 2027 إلى مضاعفة إنتاجه من الكهرباء من طاقات الخضراء في الأقاليم الجنوبية من أجل تلبية الطلب المتزايد خاصة استعدادا لكأس العالم 2030 دنمارك كانت قد أعلنت رسميا دعم خطة الحكم الذاتي للصحراء التي اقترحها المغرب سنة 2007 كأساس جيد للحل وجاء هذا الإعلان في بلاغ صحفي مشترك صدر عقبة اجتماع عقبة في شتنبر في نيويورك بين وزير الشؤون الخارجي الدنماركي لارس لوك راسموسن ونظيره المغربي ناصر بوريطة وهذه تنظف للصفعات المتوالية والمتتالية على خدود أعداء الوحدة الترابية دي المملكة المغربية كنشكركم متابعين كرام على دعمكم على حضوكم دائما على هذه القناة ونشوفكم إن شاء الله فيديو خور موضوع خور دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم والسلام